احنا اليوم نحتاج من البرلمان ان يشرع 114 قانون موضوع على رفوفه الهم اساسب حياة الناس الهم اساسب حياة المجتمع اليوم البرلمان من 10 اشهر في جلساته السابقة حسبنا لتسع دقائق فقط اشتغل في جلساته السابقة واليوم خلي نقول فت خمس دقائق ودقيقتين هلاهل هذا كل ربع ساعة من 10 اشهر او 11 شهر في حين يتقاضى روافت كاملة وامتيازات والله يا دكتور عباس ما يعجبكم حتى الناس تفرح ما اعرف شو تريدون بالضبط ما هو مثلا اليوم المجلس النواب واتلاف تحالف الدولة او اتلاف تحالف الدولة عند مشروع متكامل وهو خدمة او حكومة خدمة وطنية اي دولة الدولة التي لا تمتلك سيادة الدولة التي لا تمتلك سيادة الدولة التي تمتلك بالمخدرات الدولة التي فيها 26 انا اصير عندي سيادة اذا انا ما عندي حكومة دكتور عباس الدولة التي لا توزع بطاقة تموينية اي دولة عزيزتي احنا عايشين بالخيرة احنا اليوم نعيش فقر مدقع ناس كانت الهجوع لا تقول لي اللي الناس يدون يفرحون يفرحون على شنو يفرحون على مصاحب الشعب العراقي على الشهداء اللي اللي لا زالوا يتساقطون يوميا سواء كانوا على جبهات القتال او في التظاهرات واستوهم اتذكروا النواب يقرون الفاتحة على روح الشهداء استوهم ورما هل هل او ردوا ان افكروا صورة الفاتحة هذه البرأة يعني اليوم البرلمانات العالمية يعني لها تقاليد ولها اعراب ولها قوانين تحتكملها اليوم البرلمان يعني اليوم عضو مجلس النواب يجب ان يكون للعراق وليس لكتلته وليس لحزبه وليس لعشيرته خلص من انتخبت الناس يجب ان يتخلى كل هذه الاشياء ويكون للبلد لم يقدموا شيء عندنا واحد وعشرين لجنة فيه بس دقيقة وحدة عندنا واحد وعشرين لجنة اكثر رقابية في داخل مجلس النواب لم تراقب اي شيء والدليل على هذا اليوم حتى فراش المدرسة صار فاسد حتى فراش المدرسة جابوا بالتحمل محاصصة